إيه اللي بيحصل في التعليم الفني في مصر؟ أنا عمال بشوف مدارس عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده ونمط تاني وشكل تاني وطرق تعليم تانية حاجة حتىك لسه بتقولي المدارس دي تخرج شبان في بعض الأحوال يشتغل الساعة بمية وخمسين دولار فقلتلك طبعا أنا عايزة أخش للمدرسة أنا ساعتي ما تكملش خمسين دولار ولا عشرة دولار والله طب حالتك تسمح لي بقى تاني وخدنا عشرة دا زيادة نحكي الحكام الأول هو أصلا إيه الابجيكتف بتاع الناس إيه الهدف الرئيسي للناس من وراء تعليم الولاد خلينا نبقى صارحين ونصارح أنفسنا بالحقيقة حقا خلنا إحنا عايزين ولادنا وبناتنا نشوفهم في وضع مادي ومجتمعي جيد اعتقاد الكل أو الغالبية العامة أنه الشهادة هي المسوغ لهذا لم يعد في سوق العمل لا المصري ولا العالمي أن تكون الشهادة مسوغة لتعين سيادتك في أي حاجة المهم حضرتك بتعرف تعمل إيه قدرتك إيه كده كويس قدرتك إيه فدي أول حاجة لازم نؤمن بها تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر كلهم ولاد وبنات في الأول ولد في سن صغيرة جدا بيبدأ يتحسس كل حاجة أول حاجة بيعرفها بقه بعد كده إيده أول ما بيكتشف إيده بيبدأ يتلمس الأشياء ويستكشفها إذا ربنا سبحانه وتعالى حط في معظم البشر مهارات يدوية معينة يجب على حضرتك كوالية أمر أن تكتشفها في ابنك أو بنتك وتعرف إزاي تناميها وتساعدوا على الإبداع فيها كويس؟ لو حطينا الجزئين دول على بعض هنعرف أن التعليم الفني في كل دول العالم المتقدم هو النسبة الأكبر من الولاد اللي بلتحقوا بيه يعني في ألمانيا 80% في اليابان 75% أنجلتارا أمريكا وهكذا ونسبة الأكبر فرص التشغيل بالتأكيد لأنه هم بيكتشفوا أو بيحاول يكتشفوا المهارات اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها في أولادهم وبناتهم في سن وبكرة وبتالي أرفوا يوجهوهم في الحاجة اللي هم بيحبوا